أكد العبادي استمرار الحكومة الحالية بعملها لحين تشكيل الحكومة المقبلة لافتاً إلى استعداده للعمل على تشكيل حكومة وصفها بأنها الأقوى في العراق وبأنها خالية من الفساد والمحاصصة أننا وبموجب دستور جمهورية العراق سوف نتحمل كافة المسؤولية الملقاة على عاتقنا بقيادة البلاد وحمايتها والدفاع عن وحدتها ومصالحها وسيادتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستأخذ على عاتقها الاستمرار بالقيام بهذه المهمات الوطنية الجسيمة والحفاظ على المنجزات المهمة المتحققة وتعزيزها أتقدم بالتهنئة لجميع أبناء شعبنا وإلى جميع الكتل الفائزة والمتصدرة منها على وجه الخصوص في العملية الانتخابية ونعرب عن استعدادنا الكامل للعمل والتعاون لبناء وتشكيل أقوى حكومة ممكنة للعراق خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة وغير خاضعة إلى أجندات أجنبية وتمنع عودة الإرهاب وتبعد البلاد عن الانجرار للصراعات الجانبية موسيقى